اللي في الحسابات ولسه موجود في الحسابات هو مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي هتقول لي هو الأهلي هتقول لك أنا ما ليش دعوة للأهلي إزاي حيقدر يخلص صفقة دي أو ممكن تخلص أو ما تخلصش أو كسر أنا بحط حضرتك في الصورة دلوقتي ما تسألنيش ممكن تخلص زيب ما تسألنيش لكن كل ما أقدر أقول لك عليه إن لسه مروان حمدي في الاهتمام بالنسبة للنادي الأهلي ما بين التعاقد معاه أو صرف النظر عن التعاقد معاه لكن الحديث عنه بشكل إيجابي موجود في الاهلي كلر مقتنع بيه آه مقتنع بيه خلاص كده هتخلص الصفقة لصلاح الأهلي أو مش هتخلص دي الأيام هتقوله لنا الله أعلم بقى بس برضو أنا بحط حضرتك في الصورة هل ينجح اللاعب في فسخ تعاقده مع النادي المصري ومن ثم تكون فرص انضمامه للنادي الأهلي كبيرة وارد طب اللاعب دلوقتي جاي له عروض من دور المصري عنديه كتير آه طبعا أبرازهم زد أبرازهم زد طب هل اللاعب وقع لزد أو وقع لأي نادي لا ليه لأنه عارف إنه فيه اهتمام من النادي الأهلي عارف كويس كده فعشان كده وامستاني يحسم موقفه مع المصري وبعد كده يشوف هيوقع لمن هل المصري حوافق على الفسخ تعالعقد هنشوف ممكن يكون فيه مرونة وارد فده الموقف بخصوص مروه الحمد يعني هتقول لي يا أمير طب يا عمل آخر الرجل هيروح لأهلي ولا لا أقول لك معرفش ده بقى الأيام والمفاوضات والكصة هتمشي إزاي والتواصل والكصص دي هي اللي هتقول وتحسم لكن أنا بأكد لك إنه هو مخارجش من حسابات النادي الآية مخارجش من حسابات النادي الآية خلاص كده طيب آخر حاجة في الأهلي أحمد عبدالقادر النهاردة انتشرت أخبار كبيرة جدا جدا وانتيرة قوي إن أحمد عبدالقادر بيقترب جدا من الوقرة القطري عشان يزامل مين حمد فتح نجم الأهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني طبعا العيب كبير قوي 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 حمد فتح كنتم مهمة قوي في نص الملعب والله العظيم بالتالي تواصلنا مع المتحدث الرسمي باسم نادي الوقرة القطري وهو السيد محمد فهد كلمناه قبل الحلقة على طول والراجل أكد وقال لنا بالحرف قال لنا يا جماعة خدوا التصريح على لساني نادي الوقرة غير مهتم بالتعاقد مع أحمد عبدالقادر ولم يتفاوض مع النادي الأهلي بخصوص اللاعب سواء على سبيل الأعرى أو على سبيل البيع النهائي دي تصرحات على لسان المتحدث الرسمي باسم نادي الوقرة القطري السيد محمد فهد قبل الحلقة المشرح احنا دايماً بنحاول نروح للمصدر الجماعة عشان جيب لحراركم ايه معلومة صحيحة فبالتالي أحمد عبدالقادر خارج حسابات الوقرة القطر ممكن ممكن يكون في نادي قطري آخر عايز أحمد عبدالقادر برضو ما فيش حاجة رسمي لحد اللوقتي وصلت النادي الأهلي طب فيه اهتمام من أندية مصرية آه فيه اهتمام أبرزهم فيوتشر أو مدرد فيوتشر واسموحة بأحمد عبدالقادر الراجل كولر عنده مرونة أن أحمد عبدالقادر يخرج عرق آه عنده مرونة كبيرة كمان خلاص فده الموقف الرسمي حتى هذه اللحظة بخصوص من أحمد عبدالقادر بالتالي عشان أأكد حضرتك الأستاذ بحمد فهد المتحدث الرسمي باسم الوقرة القطري أكد لنا في تصراحات خاصة جداً جداً لبلس 90 تمام؟ أن أحمد عبدالقادر خارج حسابات الوقرة وأن النادي القطري لم يتوصل أبداً مع النادي الأهلي بخصوص التعاقد مع اللاعب سواء على سبيل العارة أو على سبيل الشراء خلاص كده ده بخصوص إيه أحمد عبدالقادر فيه لقطة بس عشان أختم النادي الأهلي عشان عندي أخبار مهمة جداً جداً في نادي الزمالك لقطة ما حدش خبله منها في ماتش السوبر المصري النهائي بالتحديد ما بين الأهلي ومدرد الفوتر الأهلي تفوق فيه بنتيجة أربعة اتنين في الأوقات الإضافية اللي هو ماتش مودست لكن اللقطة دي مهمة أول اللي هي إيه المنظمين أو التحدي الكورة والمنظمين لبطولة السوبر كانوا قايلين أن يا جماعة أي فريق حيفوز بطولة السوبر مش مسموح لأي حد يطلع على المنصة يستلم الميداليات في معادة القاتي الجهاز الفني تمام اللي بيتمثل في كولر مدير فني و مدير كورة دي كولر الأهلي هو اللي كسب بطولة هو مدير كورة دي هو مين؟ الكابتن خالد بيبو ولعبي الفريق بالاحتياط اللي موجودين على الدك لكن اللي خارج القايمة لا بقيت أعضاء الجهاز الفني لا ما يطلعوش على المنصة خلي بالك لأن اللقطة دي تقريبا ما حدش تكلم فيها دي مهمة جدا وتبايل لك شخصية خالد بيبو فانا جايلك هو في الكلام فالكابتن خالد بيبو لما عارف بعد ما الأهلي فاز ومفروض كل بقى جهاز فني كابتن سامي قمصان كابتن خالد بيبو كولر ومساعد بتاعه جامبريلي وكل أجانب وكل هؤلاء الجهاز الفني والجهاز الإداري والطبي وكل الناس يطلعوا فلما عارف إن ما ينفعش يطلع غير المدير الفني ومدير الكورة رفض الكابتن خالد بيبو الصعود على المنصة لأنه شاف إن ما ينفعش هو يطلع والكابتن سامي قمصان ما يطلعش وأعضاء الجهاز الفني الأجانب ما يطلعوش واجهاز الطبي ما يطلعش وجهاز الإداري ما يطلعش الكابتن سامير عادلي طبعا بتاريخه الكبير اللي هو مدير الإداري النادي الآن ما يطلعش خلي بالك والكابتن خالي بيبو فأشد الاحتياج هو أكتر واحد في رأيي محتاج أنه هو يتبروز في بطولة لأن كل أولاد يقول لك كلما القالي يخسر بطولة بداية الموسم ما يكونش فيها موفق كابتن سيد عبدالحفيز طبعا كابتن سيد قيمة كبيرة يعني مش أصد حاجة كابتن سيد طبعا ده حاجة كبيرة جدا جدا من نسبة القالي وجماهيره ودوره مؤثر جدا لكن في مقارنة دايما بتحصل ما بين الاتنين فأكتر واحد يعني الأهلي هو كابتن خالي بيبو ومع ذلك كابتن خالي بيبو رفض أنه هو يطلع عشان شاف أنه ما ينفعش أنه يطلع على المنصة وبقية أعضاء الجهاز الفني ما يطلعوش بالمناسبة أنا أتمنى أن انتحاد الكورة يتدارك القرار اللي ازاي ده اكتفى أنه هو يتصور بالكاس زي ما حالكم شايفين سأتمنى أن انتحاد الكورة والمنظمين للبطولة فيما بعد يعني يتداركوا الموقف اللي ازاي ده لأن يا جماعة اللي تعب حق أنه هو يتكرم ويفرح ويطلع على المنصة سواء بقى أهلي كسب زمالي كسب بيراميز كسب أي حد أي حد ما تاخدش إيه ما تحاولش أن انت تخلي أعضاء الجهاز الفني اللي هما تعبوا قوي ما يطلعوش ويتبستوا ويتكرموا لأن هما تعبوا فأي مجهود بيتدارس ببطولة الموضوع مش مكتصر على مدير كورة ومدير فني فقط لغير يعني وده أمر مفهوم أكيد لكن أتمنى أن فيما بعد يتدارك النادي الأهلي أو مش النادي الأهلي المسؤولين طبعا اتحاد المصري كورة القدم وأيضا المنظمين للبطولة مثل هذه الأمور لكن هما أكيد برضو لهم وجهة نظر الله أعلم ممكن تكون إيه هو بس يعني الجهاز اللي عدكة بس هني طلع اللي موجودين في السكور يعني اللي بره الملعب مش مش مشكلة لكن اللي في السكور بالجهاز الفني بالطب والإدارة اللي موجودين عدكة حقهم أن هما يكونوا موجودين على المنصة يعني أثناء التربية ده بخصوص النادي الأهلي طيب مستوى جب Pour شكرا شكرا